كشفت كتلة البناء عزمها عقد اجتماع موسع لاتخاذ موقف موحد بشأن شخصية التي ستدعمها من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مبينة أنها ستدعم الشخصية التي يتم التوافق عليها بين الأكراد وكد النهب عن الكتلة سعد شاكر في بيان الله أن هذا المنصب من حصة الكتل الكردية مبينا أن أبرز المرشحين لهذا المنصب هم فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني وسرو عبد الواحد عن حركة التغيير